تنفيذ الإجراءات الوقائية الجديدة التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على خلفية زيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا وتشخيص حالات إصابة بكورونا المتحول ومن ضمها فرض حظن التجول يبدو أن المواطن غير مقتنع بهذه الإجراءات التي ستضر بمصالح الكثير من الكسبة الوزارات الصحية بالعالم توجد شيء مفيد للناس أولا التسريع باللقاحات الفردية أن يتلقى ولا تنسى الراحة النفسية للفرد هي سبب أساسي لمعالجة كورونا ليس معنى أنه يجعله هو جسمه مريض يصير جسمه معاش عاشد قضى الجرثة ما تنتهي من يمه وهذا ليس صحيح يعني إجراءات وزارة الصحة ضعيفة إجراءات القلية الكبرى ضعيفة جدا وما يجري الآن هو منعنا لمدة أسبوعين بحيث المواطن البسيط اللي عايش على قوته اليومي رح يضرر مئة بالمئة لا يستطيع حتى استمرار بحياته وهذا أضرار أنت وفرت لغذاء وفرت لسكن وفرت لأدوية انطيت مصدر عايش يا بهاك المواطن لا تشتغل لمدة شهرين هاي خمسمائة ألف الانتقاد شميل أيضا فرض حظر للتجول الشامل أيام العطل الرسمية التي تضرب مصالح الكثير من من يعتمدون على هذه الأيام كفرصة لكسب الرزق خاصة في مناطق الشورجة وسوق الغزل وغيرها من الأسواق المعروفة بأسواق الجمعة هناك نقطة سلبية في حضرة التجوال يعني السبت الجمعة والسبت لحد الكثير من الكسب الكثير من العاملين الكثير من الذين سيتأثر قوتهم يجب عليهم أن يفكروا في إيجاد البدائل والعمل على إرضاء الناس وخدمة الناس لأن تعرفون الوضع الاقتصادي شبه منه أصحاب المحال التجارية يبدو أنهم مستاؤون من جميع الإجراءات الحكومية التي أثرت على حركة السوق ابتداء من تأخر رواتب الموظفين ورفع سعر صرف الدولار وإعادة العمل بالحضر الجزئي والكلي الذي سيقضي على أعمالهم رغم ارتفاع السوق في إيجارات محالهم يعني إذا نتأثر بيه بصورة كلش قوية كحركة بيع ضعيفة جدا صارت خلال هذه الفترة كلما هاي الشهرين كلاثة الأخيرات اللي صار بيها تأخير الرواتب نعكس علينا بصورة جدا سلبية بصراحة كمبيعاتنا غذائي شيء سهلاك يومي فما شيء الأمور بينما احنا مثلا ملابس نسائية أو ملابس أطفال أو ملابس رجالية دعنا نعاني منها كلش متأثري بيها بصراحة ومن الإجراءات الأخرى التي فرضتها اللجنة العليا للصحة والسلامة هي تغريم المخالفين للإجراءات ممن لا يرتدون الكمامات في المناطق العامة وكذلك أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي بمبالغ مالية على أمل تقليل حالات الإصابة بوباء كورونا التي ارتفعت مؤشراتها كثيرا في الفترة الأخيرة بعدما أحرز العراق تقدما في مكافحة الوباء خلال الأشهر الماضية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي